بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا وعلى أتباعهم الذين وردوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء يكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأذلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تعريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابرا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب الممتئي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسباة أحمد والبخاري ومسلم وعبو داود وعبو داود والنسائي والترمري والنماجة وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول وبالتلاثة من عداهم والأخير وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوه المرام من أدلة الأحكام والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى كتاب الطعر أباب المياه أن أبي حريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتة أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة والأفضل وصححه ابن خزيمة والترمري ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد وعن أبي أمامة الباهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبي أقي الماء طاهر من لا تغير ريحه أو طعمه أو لونه أو لونه بنجاسة تحدث فيه وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث وفي لقض لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب خرجه مسلم وللبخاري لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ما يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجناب وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرات بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرات والاغترفاء جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في فضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء صلى الله عليه وسلم ليعتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب فصحوا الترمجي وابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهو رؤين عن يحدكم إذا ولا فيه الكلب ويصله سبع مرات أولاهن بالتراب طرجه مسلم وفي لقض له فليرقه وللترمذي أقراهن أولاهن بالتراب وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهررة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوع فينا عليكم أخرجه الأربعة وصحعوا الترمجي وابن خزيمة وعن أس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبالقي طائفة المسجد فزجروا الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من معن فأفريق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والفوت وعما الدمان فالطحال والكبد خرجوا أحمد وابن ماجح وفيه ضعف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الزباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحي هداء وفي الآخر شفاء خرجه البخاري وابو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الآخر وعنبي وامد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية وهو ميت خرجه وابو داود والترملي وحسنه واللقض له باب الآنية عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متبق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في ناعي الفضة إنما يجرجر في بطنه يا رجعنا واتبق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغا لهاب فقطه أخرجوا مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغا وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صحح وابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعة يجرون فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض خرجه أبو داود والنسائي وعن أبي ثالبة القشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله إنا بيرض قوم أهل كتاب فنأكل فيها عن يدين قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها واتبقنا عليه وعن أمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا من مزادة مرات مشركة متفقنا عليه في حديث طويل وأن نسلم مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة خرجوا من البخاري باب إزالة النجاسة وبيانها أن نس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتقد خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذه وقال حديث حسن صحيح وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى فنادى إن الله ورسوله ينحيانكم عن لحوم الحمر لأهلية فإنها رجس متفقنا عليه وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راكلته وهو على راكلته والوعبها يسيل على كتبين خرجه أحمد والترمذي وصحها وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أمر إلى أثر الغسل فيه متفقنا عليه ولمسلم لقد كنت أغرقه من توب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أغرقه يابسا بظهري من توبه وعن بالسمث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الأولى خرجه أبو داود والنسائي وصحها الحاكم وعن أسمى بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في ذم الحيض يصيب التوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه واتبقنا عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت حولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك يذره خرجه الترمدي وسنده ضعيم باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ما كل وضوء خرجه ماليك وأحمد والنسائي وصحها وابن خزينة وعن أمران أن أثمان رضي الله عنه دعا بوضوه فغسل كفته ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنع إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنع إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوه هذا اتفقنا عليه وعن عليه رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة خرجوا أبو داود والنسائي والترمذي بإسناج صعير قال الترمذي إنه صح شيء في الباب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأجبر متفقنا عليه وفي لقظ لهما بدى بمقدم رسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى أرجع إلى المكان الذي بدى منه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وعدخل إصبع سباحتين في ذنيه ومسح بإبهاميه ظاهروا ذنيه رجعوا أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنذر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على قيتونه متفقنا عليه وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا ينسجده في الإنعي حتى يصلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفقنا عليه وهذا له مسلم وعن لقيق بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وقلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما خرجوا الأربعة وصححه ابن خزيمة وليبي داود في رواية إذا توضى تقمض نظر وعن أثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل إحيته في الوضوء خرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن أبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثين مد فجعل يدلك ذراعيه خرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لي أدنيه مع انحلاف الماء الذي أقبل رأسه فرجع البيقين وهو عند مسلم من هذا الوجه بلغض ومسح براته بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ وعن أبيه ريرة رضي الله عنه قال سمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرى المحجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غررته فليفار متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عيشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب والتيمن في تنعلي وترجله وقهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن أبيه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدعوا بميامنكم أخرجوا الأربعة وصحاها ابن خزيمة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى الله فمسح بناصيته وعلى العمامة والقفين خرجوا مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلغض الأمر وهو عند مسلم بلغض الخبر وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع دار الماء على مرفقه أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أضوى لمن لم يذكر اسم الله عليه رجعه أحمد وأبو داود وابن ماجه هسناج ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وعبي سعيد نحوه قال أحمد لا يذبح فيه شيء وعن طلحة جمي مصرف عن نبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والإسنشاق يخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وعن عليه رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمط صلى الله عليه وسلم واستنذر ثلاثا واستنذر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي وعن عبد الله بن الزيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ذلاذا متبق عليه وعن نسر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسم وضوات أخرجه أبو داود والنسائي وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوظه بالمد ويغتصل بالصاع إلى خمسة أنداد متبق عليه وعن نمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوظه فيصبه الغضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أخرجه مسلم أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتظاهرين باب المسحى القفين قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنتم عن نبي صلى الله عليه وسلم فتوظى فهويت لأنزع قفينه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسه عليه ما متبق عليه وللربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى القف وأسفله وفيه اسم عديده وعن آلي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل القف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قفينه فرجعوا أبو داود بن سناج حسن وعن فضوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع حفابنا ألا ننزع حفابنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللغض له وابن خزيمة وصححا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسحة الخفين أخرجه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمره من يمسحه على العصائب يعني العمائم والتساقين يعني الخفاف رواه أحمد وابو داود وصححه الحاكم وعن أمر رضي الله عنه موقوفا وأنث مرفوعا إذا تغضى أحدكم ولبس خففيه فليمسح عليهما وليصل بهما ولا يقلعه ما إن شاء إلا من جنابتنا فرجع الدار قطني وصح والحاكم وصححه وعن أبي بكرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خففيه أن يمسح عليهما أخرجوا الدار قطني وصححه بن خزينة وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي بابنا وقلوبه أنا نسد من مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهده ينتظرون العيشاء ينتظرون العيشاء حتى تفق رؤوسهم ثم يصلون ثم يصلون ولا يتولعون أخرجه أبو داود وصححه دار قطني واصله في مسلم وعن أعيشة رضي الله عنه قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت يا رسول الله إن امرأة مستحاض فلا أطور أفادعوا الصلاة قال لا قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فادعي الصلاة وإذا أدبرت فأصلي عن كدمة ثم نصلي متفق عليه وللبخاري ثم توضعي لكل صلاة فأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم فيه الوغو متفق عليه والأطب للبخاري وعن عيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل غاض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتولى خرجه أحمد وضعفه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه يخرج منه شيئا لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا خرجه مسلم وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضاة منك خرجه الخمسة وصححه بن حبان وقال ابن المدينين وأحسن من حديث بسرة وعن بسرة بنت صبوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممس ذكره فليتوضى أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو صح شيئا في هذا الباب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاق أو قلس أو مذي فلينصر فليتوضع ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم خرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتا قال أتوضأ من لحوم الإبر قال نعم أخرجه مسلم وعن نبي ريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل من غسل ميتا فليعتسل ومن حمله فليتوضع أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسن وقال أحمد لا يصف في هذا الباب شيء وعن ابن الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طائر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول وعن عشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري وعن نس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختجم وصلى ولم يتولى خرجه الدار قطني ولينه وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فإذا نام في العين أن استطلق الوكاء وواه أحمد وواه أحمد والطبران وزاد ومن نام فليتولى وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قول استطلق الوكاء وفي كل الإسنازين ضعف ولي أبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرحوها إنما الوضو على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف نائضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفق في مقادته فيخيل إليه أنه وعده ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصر حتى إسمع صوتا ويجد ريحا خرجه البزار واصله في الصحيحين من حبيث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما ونحوه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوع إذا جاء بكم الشيطان فقال إنك أحددت فليقل كذبت وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه باب قضاء الحاجة وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جحل الخلا وضع خاتمه خرجه الأربعة وهو معلول وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جحل الخلا قال اللهم إني أعوج بك من القبض والخبائث يخرج السبع وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلا فأحمل أنا وغلام نحوي دعوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ لي دعوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ لي دعوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا لعينين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلم رواه مسلم زاد أبو داود عن معاذ والموارد وليحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيه ما ضعف وخرج الضبراني منهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفت النهر الجاري من أديث بن عمر بسند ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منه مع صاحبه ولا تحدذا فإن الله ينقط على ذلك رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول وعن أبي قتاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في العناء متبق عليه واللغض بمسلم وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة برعي طمع أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع وعظم رواه مسلم وللسبات من حديث أبي أيوب رضي الله عنه ولا تستقبل القبلة ولا تستجبر ها بغاية أو بول ولكن شرقوا وغربوا وعن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آث الغيط فليستقر رواه أبو داود وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغيط قال أخرانك خرجوا الخمسة وصححا وابو حاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال آت النبي صلى الله عليه وسلم الغيط فأمر لي أن آتي بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم جد ثالثا فأتيت وبروثة فأخذه ما وألقى الروثة وقال هذا ركس أخرج البخاري زاد أحمد والدار قطني وإئتني بغيرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناعي اجتنجى بعض من أوروه فقال إن له ما لا يطهر عن رواه الدار قطني وصححا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلايا نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضييف وعن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالاحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه بن ماجه بسند ضعيف وعن ابن عباس رضي الله أنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله لقبا فقال إن الله يتني عليكم فقال إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف واصله في أبي داود والترمذي وصحح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة باب الغسل وحكم الجنوب عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البقار وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلت بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وإن لم ينزل وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي مرأة وبي طلحة قالت يا رسول الله يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرات الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الحديد متفق عليه وعن نس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرات ترى في منامها ما يرى الرجل قال عليه الصلاة والسلام تغفت المتفق عليه جاء مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه وعن عيسك رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتصل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الهجامة ومن أسل الميت الله أبو داود وصح أبن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثم أم أبن أتال عندما أسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتصل رواه عبد الرزاق وأصله متبق عليه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسل الجمعة واجب على كل محتل من أخرجه السبع وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبه ونعمة ومن اغتسل فالأسل أفضل رواه خمسة وحسنه الترمذي وعن عليه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم قواه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصح عبد حبان وعن أبي سعيد من القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتا أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضى بينهما وضوا قواه مسلم زاد الحاكم فإنه إنشط للعود وللأربعة أنعشط رضي الله أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أي ما السماء وهو معلول وعن أيشط رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجناف فيبدو فياصل يديه ثم يضيغ بيمينه على شماله فياصل فرجاه ثم يتوضع ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رسيه ثلاث حفنات ثم أفض على سائر جسده ثم وصل رجليه متفق عليه والأرض لمسلم ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه ووصله بشماله ثم ضرب بأرض وفي رواية ثم سحاب السراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرد وفيه وجعل ينفض الماء بيده وعن سلمة رضي الله قالت قلت يا رسول الله إن مراتنا شد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجناب وفي رواية والحيضة فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حقيات طواه مسلم وعن إيشد رضي الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحيض ولا جنب طواه أبو داود والصحة وعن رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إينا واحد تختلف أيدينا فيه من الجنادة متفقنا عليه زاد بن حبان وتلتقي وعن وعن ررق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابا فاغصلوا الشعر وانقوا البشر طواه أبو داود والترمذي وضعفا وليأحمد أناشط رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم اعطون أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شعر وجعلت لي الأرض مسجدا وطورا أيما رجل أدركت الصلاة فليصل وذكر الحديث وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طورا إذا لم نجد الماء وعن علي ابن طالب رضي الله عنه عند أحمد وجعلت ترب لي طورا وعن أمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعدني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فأجنبت فلم أجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تمرأ الداب ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتجبدك اغتد ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيدك كذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه وجهه متبق عليه واللغض بمسلم وفي رواية للبقاري وضرب بكفه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين من المرفقين رواه الدار قطني وصح العمة وقفه ونبيه ريرق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوه المسلم وإن لم يجد الماء عشرة من فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس مبشرة رواه البزار وصح ابن القطان لكن صوب الدار قطني وإرساله ورث المذي يا نبي ذرب نحوه وصح ونبيه سعيد الخدري رضي الله عنه وقال خرج رجلان في سغر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصل ثم وجد الماء في الوقت بعد حجهما الصلاة والوضوط ولم يعيد لآخر مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعيد أصبت السنة وأجزات صلاة صواه أبو داود والنساري وعن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضاء وعلى سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيجنب فيقاف أن يموت أن اغتفل تيمم صواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم وعن علي رضي الله أنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجزائر رواه ابن ماجه بسند واهم جدا وعن جابر رضي الله أنوه الرجل الذي شجع في خلفها إنما كان يكفيا يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يمسح عليها ويغفل سائر جتده رواه أبو جاود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته وعن ما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدار قطني بإسماء ضعيف جدا باب الحيض أن عائشة رضي الله أن فاطمة بنت أبي خبيش كانت تستهى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسوأ يورف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الله فتوضي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصحه ابن حبان والحاكم والسنطر هو أبو حاسم وفي حديث أسمع بنت عميس وفي حديث أبي داود والتجلس في مركم فإذا عرات صغرة فوق الماء فالتغفة للظهر والعصر غسلا واحدا وتغفة للنغرب والعيشاء غسلا واحدا وتغفة للفجر غسلا وتتورى فيما بين ذلك وعن حملة الانتجاح رويا الله وأنها قالت كنصوص فأبو حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفكيه وأن حملة بانتجاح رويا الله وأنها قالت كنصوص فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفكيه فقال عليه الصلاة والسلام إنما أي ركبة من الشيطان فتخيض ستة أيام أو سباة أيام ثم فسلي فإذا استنقعت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصوم وصلي فإن ذلك فإن ذلك يجزئك وكذلك ففالي كما تخيض النساء فإن قويك على أن توخر الظهر وتواجل العصر ثم تغتفلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم توخرين المغرب وتواجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الثلاثين ففالين وتغتسلين مع الصدق وتصلي قالت وهو أعجب الأمرين إلي ووهو خمسة إلا النساء وصح وترمذي وحسنه البخاري وعن عشق رضي الله وعن أم حبيبك بانت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال صلى الله عليه وسلم قم كذي قدر ما كانت تهبس فحي ضخف ثم اغتسلين فكانت تغفصل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضي لكل صلاة وين ليبي داود وغيره من وجه آخر وأنم عطية رضي الله عنها قالت كنا لأن عدوا الكدرة والصبرة بعد الطول شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وأنا عشق رضي الله وأنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائق مفتق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي مراته وأن يحايره قال يتصدق بدينار أو نصف دينار فوأه الخمسة وصحاء الحاكم وابن القطان ورجح غيره ما وقفه وعن نبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم واتفقنا عليه في حديث وأنا عشق رضي الله عنها قالت لما جئنا إسري فحلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلي ما يفعل الحاج غيرا لا تطوفي بالبيت حتى تطوري متفق عليه في حديث طويل وأموات رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حاير فقال عليه الصلاة والسلام مما فوق الإزار وهو أبو داود وضعاف وأن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تفعد في أهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائية واللغض لأبي داود وفي لغض الله ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصحعه الحاكم وأن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تفعد في أهد النبي صلى الله عليه وسلم في أهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائية واللغض لأبي داود وفي لغض له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصحعه الحاكم كتاب الصلاة باب المواقيت عن عبد الله بن بن عمر رضي الله عنه أهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا عزال في الشمس وكان ظل الرجل تطوله ما لم يحمر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المورد ما لم يغد الشفف ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل العصف ووقت صلاة الصدق من طلوع الفجر ما لم تطلو الشمس وواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بين ضع نقية ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة وعن نبي برزة الأسلامي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل العصر ثم يرجع وحدون إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيا وكان يستحب أن يؤحصر من بيشا وكان يترهنهم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغذات حتى يارف الرجل جريسا ويقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها برالس وللمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فأقام الفجر فينا شرق الفجر والناس لا يكاد يارف بعضهم بعضا والراف بن خديث رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب من نبي صلى الله عليه وسلم فينصره أحدنا ينصره أحدنا وإنه ليبصر مواقعنا بله اتبقنا عليه وعنى عشرة رضي الله عنها قال تعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرجه صلى فقال إن أقول وقتها لولا وعنى شبط على أمتي رواه مسلم وعن أبي غويرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فيه جهنم متفق عليه وعراف بن خديث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لرجوركم فواه الخمسة وصححوا الترمذي وابن حنبان وأن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعتا قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعتا من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنه ما نحوه وقال سجدة أدى الركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال سمس رسول الله قال سمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفض مسلم لا صلاة بعد صلاة الحجر وله عن عقبة بن عامد رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهانا أن نصلي فيهن أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشابعي من حبيب أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذل أبي داود عن أبي قساد فنحوه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني أبد مناف لا تناه وحدا قاض بهذا البيت وصلى أي فساعة شاء من ليل أو نهاره رواه الخمسة وصححه الترميري وابن حبان قال ابن عمر رضي الله عنه معا للنبي صلى الله عليه وسلم قال الشبق الحمرة رواه الدار قطني وصحح ابن خزينة وغيره وفا وعن ابن عباس رضي الله عنه معا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبت ويحل فيه الطعام وعن ابن خزينة والحاكم وصححه وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الوضوط وفي الآخر إنه كذن بالسرحان وعن ابن مسعود رضي الله عنه حال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله بالصحيحين وعن ابن محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسقه رحمة الله وآخره أفو الله خرجه الدار قطني بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون لوصف وهو ضعيف عظا وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجد فين أخرجه الخمسة إلا النساء وفي رواية عبد الرزاق إلى صلاة بعد طلو الفجر إلا ركا كير فجر ومثله للدار قطني عن ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه معباد عن ابن الله ابن زيد ابن عبد ربه قال طعفك وأن نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر لازان بتربية تكبير بغير ترجيع والإقامة برادا إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت وتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال إنها لعويا حق الحبيب أفرجه أحمد وعبو داود وصحاه الترمذيل وابن خزينة وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في عبان الفجر الصلاة خير من النوم والابن خزينة عنانس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاة قال الصلاة خير من النوم وعن أبي محذورك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أولى بانه فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروهم ربعا وأن نسر رضي الله عنه قال أمر بلال من يشفى لذان ويغتر لقامك إلا لقامك يعني قوله قد قام في الصلاة مكتبق عليه ولم يذكر مسلم الاستدنا وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وأن نبي حيثة رضي الله عنه قال رأيت بلالا وذن وأتتباه فهو هاهنا وههنا ويصبعه فيه ذنيه الصلاة يمينا وشمالا ولم يستبر وأصله في الصحيحين وأن نبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عجبه صوته عجبه صوته فعل مولاذ عن رواه بن حزين وأن جابر بن سمرة رضي الله عنه ما قال صليتم عن نبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا يقام رواه مسلم ونأوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه ما وغيره وعن أبي قتاب رضي الله عنه في الحديث الطويل في نوم عن الصلاة ثم أزن بلال ثم أزن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وله عن جابر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة أتى المزدلفة فصلى بها المغربة والأشاب أزان واحد وعقامتين وله عن ابن عمر رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والأشاهد أقامة واحدة وزاد عبو داود لكل صلاة في رواية ولم ولم يناد وعن وعن ابن عمر وعيشة رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في وعن 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 عمر رضي الله عنه ما إن بذال نذن قبل البجر فعمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نعم رواه وابو داود وضعف ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومتفق عليه وللبخار ي النعاوية ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأن عثمان ابن عبد العاصر رضي الله عنه ما أنه قال يا رسول الله أنه قال يا رسول الله جعل لي إمام قومي فقال أنت إمام رب واقترب بعض عثيم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أداني أجرام أخرجه الخمسة وحسنه الترميري وصحهه الحاكم وأمالك ابن حويره رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذ لكم أحدكم هالحبيب أخرجه السبع وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال قال لبلال إذا أذنك فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين عذانك وإقامتك قدر ما يغرر لأكل من أكله الحديث رواه الترملي وضعفه وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضع وضعفه أيضا وله عن زياد بن الحارف رضي الله عنه قال قال رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم فضعفه أيضا ولي أبي جاود في حديث عبد الله بن زين بن أبنه قال أنا رأيته يعني أذان وأنا كنت أريده قال فاق ما أنت وفيه ضعف أيضا فنبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالآباء والإمام أملك بالإقامة رواه بن عبي وضعفه وللبي أقين أحبه عن علي رضي الله عنه من قوله وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضيلة وعن الذي وعدته حلت له شفاة يوم القيامة رجه العرباء باب شروط الصلاة أن علي بن فلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساحدكم في الصلاة فلينفرق وليتوى الله وليعيد الصلاة رواه الخمسة وصحها وابن الهبان وأنا عيشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيونا أرواكم أو قلسون أو مذيون لينصرف فليتوضى ثم ليبني على صلاةه ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه أحمد وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخمار الرواه الخمسة إلا النسائية وصحها ابن خزينة وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كانت ثوب واسعا فلتحب به أني بالصلاة هو لمسلم فخالف بين طرفه وإن كان ضيقا فاتزر به متبق عليه ولهما من حبيث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم جدا وبالواحد ليس ألا آتكه من شيء وعن من سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرات في درين وخمار بغير إزار قال إذا كانت در سابرا يغطي ظهور قدميها رجعوا أبو داود وصحها لئمة وقفة وعن آمر بن رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى عائل القبلة فنزلت فاين ما تولوا فتم وجه الله أخرجوا الترمذي وأضعافه وعن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البحاري وعن آمر بن ربيات رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به متفقنا عليه زاد البحاري يغمع برأسه ولم يكن يصنعه بمكتوبة ولي أبي داود من حبيب أنس رضي الله عنه كان إذا شغر فارداني فطوى استقبل بنا قبل قبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ويسناده حسن عن أبي سعيد خدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كل ما مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي ولا هو إلا وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الحريقي والحمام ومعاطن الإبلي وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه وعن أبي مرتدن الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينضوا فيروع فيما ليه أدم أو قدرا فليمسح وليصلده ما أخرجه أبو داودا وصححهم خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطي أحدكم لا ذا بخطيه فطورهم التراب اخرجه أبو داود وصححهم مهدان وأم عوية بن حكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلموا في الصلاة على أهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللغض مسلم ونبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة وأن مطرف بن عبد الله بن الشيخير عن أبي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي وفي صدره أجيز كأجيز المرجل من البكاء أخرجه خمسة اللبن ماجا وصحهر بن حبان وأن ألي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحلا فكنت إذا أتيته ويصليت نعن علي طواله بن ساي وابن ماجا وأن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لجلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه من يسلمون عليه من يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفا فرجه أبو داود والترمذي وصحها وأن أبيه قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه هو لمسلم وهو يأم الناس في المسجد وأن أبيه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة فيها الحية ولا أقرب خرجوا الأربعة وصحها ابن حبان باب سترة المصلي أنبي جهيم بن حارف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المعرض بين يديه المصلي ماذا عليه من اليسرين لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه واتفقنا عليه واتفقنا عليه واللفظ للبقارين فوقع في البزار من وجهه أخر أربعين حريبا وأن عيشة رضي الله عنه قال سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزوة تبوك عن سترة المصلي فقال فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم وأن سبرة ابن معبد جهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستكرا عدكم في صلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم وأن أبي ذر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب وليبي داود والنسائيان يعباس رضي الله عنه نحوه دون آخر وقيد المرأة بالآيض وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء استرهوا من الناس فأراد أحد أن اجتاز بين يديه فليدبعه فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإنما هو حريم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجأ التقى وجيه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره ومن مر بين يديه رجل أحمد وابن ماجة وصحابه ولم يصد من زعم أنه مضطرب بل هو حسن وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيئا وادرأوا ما استطعتم رجلوا وابو داود وفي سنديه يضع باب الحفية للخفوع في الصلاة أن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل محتصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعنى أغواني يجعل يده على خاصرته وفي البخاري نعيشة رضي الله عنه أن ذلك فعل اليهود في صلاته وعن نسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدن العشاء فابدعوا به قبل أن تصل النور لمتفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصاة فإن الرحمة تواديه فواهو الخمسة في إسناد صحيح وزاد أحمد وافدة أو دع وفي الصحيح عم أيق بالنحو وبغير تاليم وعن عشاء رضي الله عنها قال سأت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفاة في الصلاة فقال هو اختلاس اخترسه الشيطان وصلاة العبد رواه البخاري وللترمذي عن نس وصححه إياك والالتفاة في الصلاة بإنه هلك فإن كان لابد ففي التطوى وعن نس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزق من بين يديه ولا عن يمينه ولا تنع شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه وأنه قال كان قرام لعائشة فرضي الله وأنها سفرت به جانب بيتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عن قرامة هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاة رواه محاري واتفق على حديث هذه قصة بجانية يبي جهن وفيه فإنها ألهتني عن صلاة وعن جادر بن سمرة رضي الله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أن قوام يرقعون أبصار من السماء في الصلاة ولا ترجع إليهم رواه مسلم وله عن عائشة رضي الله وأنها قال تمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا غير داع لحبتان ونبي هريرة رضي الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التتاعب من الشيطان فإذا تذاب أحدكم فليترم استطاع قواه مسلم والترمي وزاد في الصلاة باب المساجد عن عائشة رضي الله وانها قال تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدناء المساجد بدناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه وحمد وعبو داود والترمي وصحح إرساله وأن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله يروج اتخذ قبور عندي المساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفي أولئك شرار الخلق وعن أبي غريرة رضي الله عنه قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجأت في رجل فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديث متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد بالمسجد فلحظ إليه فقال قد كنت ينشد وفيه من هو خير منك متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ضواه المسائي والترمذي وحسن وأن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها فعواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف وعن أيشة رضي الله عنها قال تصيب ساد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لعوده من قريب متفق عليه وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه وعنه وعنه أن وليدة سودا كان لها خبا في المسجد فكانت فكانت تاتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكبارة ودفنها متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباه الناس بالمساجد أخرج الخمسة إلا الترمذية وصحح ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرج هو أبو داود وصح أبو حبان وأن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخدجها الرجول باب صدق الصلاة عن نبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبر الوضو ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر ماك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاة فكلها رجع السباة والأفضل البغاري والابن ماج في اسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاة عند أحمد وابن حبان وفي لغو لأحمد فاق صلبك حتى ترجع العظام وللنساء وابي داود من حديث رفاة ابن رافع إنها لن تتم صلاة وحبكم حتى يصفر الوضو كما أمر الله تعالى ثم يكبر الله ويحمد وابن عليه وفي هافعين كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل ولي أبي داود ثم قرأ بيوم القرآن وبما شاء الله والابن حبا ثم بما شئت وعن نبي حمد 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 السعيد رضي الله عنه قال راية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبه وإذا ركع أمكن يديه من ركبته ثم أصر ظهرا فإذا رفع راسه واستوى حتى يعود كل فقار مكان فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراب يصاب رجليه لقبلة وإذا جلس بالركعتين جلس على رجليه لسرى جلس على رجليه لسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته يخرج البقاري وعن علي بن عبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهة وجه للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخر رواه مسلم وفي رواية الله أن ذلك في صلاة الليل ونبي ريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فسألته قال أقول قال أقول واللهم ما بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرك والمغرب اللهم نقري من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره رواه مسلم بسند منقطع والدار قطني مرسول وهو موقوف ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرتوع عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته وعن عيشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتف الصلاة بالتكبير يستفتف الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص راته ولم يصوب ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن وقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل عراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علم وعن ابن عمر رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع يديه حذو منكبه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر من الركوع وإذا رفع رسعه من الركوع متفق عليه وفي حديث أبي ثم عند أبي داود يرقع يديه حتى يحاذي به ما منكبه ثم يكبر ولمسلم عم مالك بن الحوير رضي الله عنه نحو حديث بن عمر لكن قال حتى يحاذي به معفر وعوذني وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال لصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده يمنى على يديه اليسرى على صدره وخرج ابن خزيمة وعن بات ابن الصاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرى بهم القرآن متفق عليه وفي رواية أخرى لأحمد وابي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وعنانس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وابا بكر وعمر كانوا يفتتيحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول غرات ولا في آخر وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يظهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النبي في رواية مسلم خلافا لمن أعلى وعن عيم المجمر رضي الله عنه قال صليت وراء بير رضي الله عنه فقرى بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرى بهم القرآن حتى إذا بلعوا وضعوا لهم قال آمين ويقول كل ما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لا أشبه كهم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النسائي وابن خزيمة وعن أبي هريرة وي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة بقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها قواه الدار قطني وصوب وقفه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من قرأة أم القرآن رفع صوته وقال آمين فواه الدار قطني وحسنه وحاكم وصحح وليبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر النحو وعن أبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنه ما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد وعبو داود والنسائي وصحاب محبان والجار قطني والحاكم وعن 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 قتاد رضي الله وعن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب مهتفق عليه وعن أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيام مهت الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام من تنزيل السجد وفي الأخرين قدر النصف من زار وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك رواه مسلم وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان يطيل بايثنا بارئة صحيح وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤ في المورد بقطcü متبق عليه وعن أبي حريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لامهم تنزيل السجدة وهل أتى للإنسان والإنسان مرتفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليتم عن نبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعود منها خرجه الخمسة وحسنه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ نقرأ نراك عنه ساجدا فأما الرقوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فاجتعدوا في الدعاء فقمنوا أن استجاب لكم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم مغفر لي متبق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يركع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهو ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يقال ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس مكتفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رسوه من الركوع قال قال اللهم ربنا لك الحمد ملا سماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد للثناء والمجد يا حقما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أمرت أن أسجد على سباة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وعطراف قدمين متفقنا عليه وعن ابن بحينة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بيضوه وعن ابن بحينة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضمن أصابع رواب آكم وعن عيشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربيا رواه النساء وصحح بن قزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلى النسائية واللغض لأبي داود وصححه الحاكم وعن مالك بن الحوير ذي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وثر من صلاته لم ينهب حتى يستوي قاعدا رواه البقاري وعن نس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا بدى الركوع يجو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك متفق عليه وليحمد والدار قطني نحوه من وجه آخر وزاد فأما في الصبت فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه ابن خزيمة وعن سعد بن طارق من الأشجاعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر قال إيبني محدد رواه الخمسة إلا بعده وعن الحسن بن علي رضي الله عنه ما قال علمني رسول الله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوة الوترة اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما عطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وعليت تبارك ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبياقي ولا يعز من عديت زاد النساي من وجهنا آخر في آخره وصلى الله على النبي وللبياقي وللبياقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد وليضع يديه قبل ركبتي أخرج الثلاثة وهو أقوى من حديث وعين بن حجر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صحح ابن حزيمة وذكره البخاري معلق الموقوفا وعن بن عمر رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسر على رتبته اليسر واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بأصبعه السبابة فرواه مسلم وفي رواية له وقفض أصابعه كلها وشعر باللتي تلل إبهام وعن أبد الله بن سعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله وعلي وسلم فقال فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إن الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللغض للبخارين وللنساعي كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يؤلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال عجل هذا ثم دعه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتنجيد ربه واتناي عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصحاها والترمذي وابن حبان والحاكم وأن أبي مسعود العنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال لقولون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ونبي هريرة رضي الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إذن يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيخ الزجال متبق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغى أحدكم من التشهد العقيد وعن أبي بكر الصديق رضي الله وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعان أدعو به في صلاة قال قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وأنوائل ابن حجر رضي الله وأنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو أبو داود بإسمه صحيح وعن المغيرة بن شوبة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما عطيتا ولا مواطي لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وأن سعد ابن أبي وقاس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ به الندبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخلي وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البقاري وأن سببان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفر من صلاة استعفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال وليك رام وواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسون وتسون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قفرت حطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك وصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة نتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته رواه أحمد وعب داود والنساء بسند قوي وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه رواه النساء وصحا بن حبان وزاد فيه الطبران وقل هو الله أحد وأن مالك بن الحوير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم وصلي رواه البقاري وعن رأى بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطف قائدا فإن لم تستطف على جنب رواه البقاري وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لمريض صلى على وسادة فرما بها وقال صل على الأرض من استطاة وإلا فأومئ إيمان وجعل سجودك أفضل من رواه البيعطي بسند قوي ولكن صح أبو حاتم وفه باب سجود السهو وغيره عن أبد الله بن أحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانقضر الناس تسليما كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس وعن أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشير ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا يكلما وخرج سرعان الناس فقال القصرة الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا يدعين فقال يا رسول الله أنسيت عن قصرة الصلاة فقال لما انس ولم تخسر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد إهل سجود هي وطول ثم رقى رسو فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجود هي وطول ثم رفع رأسه وكبر واتفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولي في داوج فقال أصد كل اليجين فعوما هوين عم وهي بالصحيحين لكن بلفظ فقال وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فسحى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم فإن رواه أبو داوج والترمذي وحسن هو الحاكم وصحح وعن بسعيد الخدري رضي الله وعن وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا مربع فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل نسلم فإن كان صلى خمسا شفان لهم صلاة وإن كان صلى تماما كانت ترهيما للشيطان رواه مسلم وعن ابن سعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أده بالصلاة شيء قال وما ذاك قال وصلى كذا قال فثنى رجلي واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدد بالصلاة شيء أنباتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شج أحدكم في صلاته فليتخر الصواب فليثم عليه ثم ليسجد سجدتين واتبق عليه وفي رواية للبقائري فليتبن ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام وليحمد وعبي داود والنساء من حديث عبد الله بن جابر المارفوى أنشك في صلاته فليسج سجدتين بعد ما يسلم وصحح ابن خزيمة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركاتين إذا استتم مقائما فليمضي وليستج سجدتين فإن لم يستتم مقائما فليجلس ولا سعو عليه وعن أبو أبو داود وابن ماجه والدار قطني واللقظ له بسند ضعيف وعن أمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سعون فإنس هل إمام فعليه وعلى من حلفه فهوه البزار والبيقي بسند ضعيف وعن توبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل سهو سجدتان بعد ما يسلم فواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف ونبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت فقرأ باسم ربك رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال صاد ليست من عزام السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه بخاري وعنه النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفقنا عليه وعن خالد بن معدان قال قضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داو داو في المراسيل ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجد هما فلا يقرعها وسندوا ضعيف وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا اثن عليه خواه بخاري وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا النشاء فهو في الموطى وعن ابن عمر رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه فواه أبو داود بسند فيه لين وعن أبي بكرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أمر يسره خر ساجدا لله رواه خمسة إلا النساء وعن أبد الرحمن بن عوب رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أعتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم وعن البراه بن عازب رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا رواه البي حقي واصله في البخاري باب صلاة التقوى عن ربي يأتي بن كعب الأسلم رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال وغير ذلك فقلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال حفلت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الضور وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد الأنشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه في رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعين قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد أشدت عهد منه على ركعتين الفجر متبق عليه ولمسلمين ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها وعن أبيبتهم المؤمنين رضي الله عنها قالت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من من صلت نتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوع والترمدي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ران صلى أربع قبل العصر رواه أحمد وأبو داود والترمدي وحسنة وابن خزيمة وصحها وعن عبد الله بن مغفل المزري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال بالثالثة منشى كراهية إن يتخذ ها الناس سنة رواه البخاري وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ولمسلم عن نسر رضي الله عنه قلنا نصلي ركعتين بعد غرب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا وأن عائشة رضي الله وأن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفق الركعتين يخفق الركعتين التي قبل صلاة الصبح حتى ليقول أقرأ بهم الكتاب واتبك عليه وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر الطجع على شفق إلى إيمان رواه البخاري فعن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحد كم الركعتين قبل صلاة الصبح فلي أطج على جنب العيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحد كم الصبح صلى ركعتا واحدة تؤشر له ما قد صلى متفق عليه وللخمسة وصح وابن حب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال نسائي هذا خطأ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرج مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخنس فليفال ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفال رواه الأربعة إلا الترمذية وصحى ابن عبان ورجح النسائي وقفا وعن آله ابن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الغتر بحتم كهياة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر رواه بن حبان وعن خارجت من حذابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من كمر نعم نا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رواه خمسة إلا النسائي وصححة الحاكم وروا أحمد عن عبد بن شعي بن عن أبيه عن جده نحوه وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس مننا رجوا أبو داود بسند لين وصححة الحاكم وله شاهد ضعيق عن أبيه ريرت رضي الله عنه عند أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره ولا في غيره على أحدى عشرة ركع وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد يزيد في رمضان ولا في غيره على أحدى عشرة ركع يصلي أربعا فلا تسأل عن خسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن خسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي فاتبقنا عليه وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوته بسجد ويركع ركعتين الفجر فتلك ثلاث عشرة ركع وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركع يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتوه إلى السحر واتفقنا عليهما وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل قلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفقنا عليه وعن عري بن عبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وطر يحب الوطر خواه خمسة وصحفه بن خزيمة وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا متفق عليه وعن طلق بن علي رضي الله عنهما قال سمث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وطران في ليلة خواه أحمد والثلاثة وصحفه بن حبان وعنوبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك العالى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهم وليبي داود والترمدي نحوه عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعودتين وعن نبي سعيد للقدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم ولذن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا ويتر له وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر يونسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره خواه خمسة إلا النسائي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم وعن ابن عمار رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوثر فأوتروا قبل طول الفجر رواه ترميلي فعن عيشة رضي الله وعن أقالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وله عنها أنها سئلة فالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا أن يجيء من مغيبه وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لو سبقها وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين فرمض الفصال رواه ترميلي وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم رمز الجنة رواه الترمذي واستورب وعن عائشة رضي الله عنها قال ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصل الضحى ثماني ركعات رواه ابن حبان في صحيحة باب صلاة الجماعة والإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أهضر من صلاة الكذب بسبع وعشرين درجة متبقون عليهم ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بخمسة وعشرين جزءا وكذل البخاري عن أبي سعيد وقال درجة وعن أبي هريرة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت عن آمر بحطب فيرتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم من له يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء واتفقنا عليه لفضل البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقل الصلاة على المنافقين صلاة عشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه ما لا توما ولو حبوا متفق عليه وعنه قال أفا النبي صلى الله عليه وسلم رجل نعمى فقال يا رسول الله إنه لي قائد يقودني إلى المسجد فرق صلى ألما أولى دعاه فقال هل كسمه الندى بالصلاة قال نعم قال فاجب رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماج والدار قطني وابن الحبان والحاكم وإسناده على شرق مسلم لكن رجح بعضهم وقفه وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما تجيئ بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا قالا فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم معتم ما دركتم الإمام ولم يصلي ثم ما دركتم الإمام ولم يصلي فصليا معا فإنها لكم ها في الأرواه أحمد والأغضل والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبران وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا فاسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائدا فصلوا قرودا أجمعين رواه أبو داود وهذا لقبه وأصله في الصحيحين وعن أبي سعيد من القدري رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بأصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا به ولياتم بكم من بعدكم رواه مسلم وعن زيد بن فابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلع فيها فتتبع إليه رجال وجاء ويصلون بصلاة الحديث وفيه أغضر صلاة المري في بيته إلا المكتوبة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه لا يشعى فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك العالم وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشع متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عيشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت رضي الله عنه فجاء حتى جلسان يساري أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه وعن أبي أريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذلحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه وعن عمر بن سلم فقال قال أبي جيتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليوذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد ما أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين ضواه البخاري وأبو داود والنساء وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في قرآة سواء فعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرا فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم والابن ماجر من أديد جابر ولا تؤمن مرات رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا ويسنادوا وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالعناق طواه أبو داود والنسائي وصححه بن حبان وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متبقنا عليه وعن نس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتي من خلفه وأم سلين خلفنا متبقنا عليه واللفظ للبقاري وعن نبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تود رواه البقاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشاعر الصف وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمروا أن يعيد الصلاة رواه ورحمد وأبو داود واترميدي وحسنا وصحى وابن حبان ولو أن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزادت براني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا وعن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتموا الإقامة فانشوا إلى الصلاة وعليكم السفينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبقاري وعن أبي بن كابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل يزكع من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين يزكع من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فأحب إلى الله رواه أبو داود والنساء والصحة المحبان وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنت أم أهل دارها رواه أبو داود والصحة ابن خزيمة وعن نساء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلقا ابن أم مكتوم أم الناس وهو عما رواه أبو أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبانا نايشة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدار قطني بإسناد ضعيف وعن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تأحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام وهو الترمذي بإسناد ضعيف بعض الصلاة المسافر والمرض عن آيشة رضي الله عنها قال تولوا مع فرضة الصلاة ركاتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متبق عليه وللبخاري ثم هاجرت ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول زاد أحمد إلا المغرب فإنها ويتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة وان آيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدار قسمي وروعاته ثقاته إلا أنه معلول والمحفوظ أن آيشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه خرجه البيهقي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى ماصيته رواه أحمد وسحعه بن خزيمة وابن حبان وفي روايته كما يحب أن تؤتى عزائمه وعن آنسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاث أميال أو ثلاثة غراسح صلى ركعتين رواه مسلم وعن رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكشة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفقنا عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر وفي لفظ بمكشة فسعة عشر يوما رواه البخاري وفي رواية لأبي داود سبعشرة وفي أخرى خمس عشر وله عن عمر عن ابن حسين رضي الله عنه ثمان عشر وله عن جابر رضي الله عنه قام بالتبوك عشرين يوم يقصر الصلاة وارواته ثقات إلا أنه اختلف بوصله وعن نسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تذيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب واتفق عليه وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب وليبين عيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سقر فازغلت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وأما عد بن جبل رضي الله عنه قال فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعيشاء جميعا رواهم مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسكان رواه الدار قطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف كده أخرجه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أسألوا واستغطروا وإذا أسألوا قصروا واقطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مرسل سيد بن مسيب عند البياقين مقتصرا وعن امران بن حصير رضي الله عنه قال كانت في بواسير فسابت النبي فسابت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطيف قائدا فإن لم تستطيف على جنب رواه البقاري وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فعمئه ماء واجعل سجودك أفض من ركوك رواه البياقي وصحع أبو حاتم وقفة ونعيشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه المساي وصحع والآكم باب الجمعة وعن أبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عواد من بره فينتئين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وعن سلمة بن الأكواه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به واتفقنا عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفين وعن سهل بن ساب رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة واتفقنا عليه واللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا إثنى عشر رجلا رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته رواه النسائي وابن معجه والدار قطني واللغض له وإسناده صحيح لكن قوى بوحات من إرساله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلسه ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا وقد كذب أخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول يقول صبحكم ومساكم ويقول وعما عبادك إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل بدعة ضلالها رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول ألا يذر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار وعن أمار بن أسر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنلتهم من فقه رواه مسلم وعن أمه شام وعن أمه شام بانتحار ذكر رضي الله عنها قالت ما أخذت قاطو القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس ضواه مسلم وأن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول لا هو أنست ليست له جمعة رواه أحمد به سناد اللاباس به وهو يفسر حديث عبي ريرت رضي الله عنه بالصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنست يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فقم فصل ركعتين متبق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النعمان وعن ابن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك لاعلى وعن أتاك حديث العاشية وعن زيد بن أرطم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد سورة ثم رخصت الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل قوار خمسة إلا الترمذية وصحح وابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع رواه مسلم وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج وعن مسلم وعن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يقر الإمام من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فقبل ثلاثة أيام رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة سأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه وياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة حبيبة وعن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه ما قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدار قطني وأنه من قول أبي بردة وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنساء أنها ما بين صلاة العصر الأغروب الشمس وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولنا مليث وفي شرح البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال مضت السنة أن في كل أربعين فصائد جمع رواه الدار قطني بإسناد ضائف وعن سامرة بن جند بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة قواه البزار بإسناد الليل وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس قواه أبو داود واصله في مسلم وعن طارق بن شهاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا ربع ملوك ومرأة وصدي ومريض قواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم واخرج الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة قواه الطبران وبي سناد ضعيف وعن ابن لعيد من أشعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمدي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة وعن حكم ابن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكيا على عصاء خوس رواه أبو داود وصلى بهم فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متبق عليه وهذا لظل مسلم ووقع في المعربة لابن من دعا صالح ابن خوات عن آبيه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاف نعهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصربوا مكان الطائفة التي لم تصل فجعوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه وهذا لفظ البقاري وعن جابر رضي الله عنه قال شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصف نصف صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركانا جميعا ثم رفا رسو من الركوع ورفانا جميعا ثم ثم حدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤقع في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت في أستان وللنساء من وجه آخر عن جابر من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركاتين ثم سلم ثم صلى بآخرين عن ركاتين ثم سلم مثله لأبي داود نبي بكرة وعن حزيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركا وهؤلاء ركا ولم يقضوا رواه أحمد وأبو داود والنساء وصحح ابن حبان ومثله عند ابن حزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان رواه بزار بإسناد ضعيف وعن مركوع ليس في صلاة الخوف سهون فرجوا الدار قطني بإسناد ضعيف باب الصلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يقتر الناس ولا ضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وعن نبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة رضوان الله عليهم أن ركبا جاء فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلى رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح وعن نس رضي الله عنه قال لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات أخرجه البخاري وفي رواية مؤلقة وصل أحمد ويعكله النافرادا وعن ابن بريدة عن نبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصحح ابن حبان وعن معطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في الأيدين يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبو بكر وعمر وعبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل القطبة متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها خرج السباة وعنه رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا دان ولا إقامة خرج أبو داود وأصل في البقاري وعن نبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ركعتين رواه بن ماجه بإسلاد حسن وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصره فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متبقنا عليه وعمر بن شعي بن نبي عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير بالفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة وقرات بعده ما كلثي ما حرج هو أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح ونبي واقد الليتي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقعب واقتربت أخرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولي أبي داود عن ابن ومر نحوه وأن نسر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومين يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر اخرجوا أبو داود والنساي بإسناد صحيح وعن علي رضي الله عنه قال بعض صلاة الفسوك عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسبت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم هما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف متبق عليه وفي رواية للبخاري حتى ينجري وللبخاري من حديث أبي بكرة فصلوا وادعوا حتى يخشف ما بكم وأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جار في صلاة الكسوف بقراته فصل أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وهذا لحظ مسلم وفي رواية الأوب فبعت منادي ينادي الصلاة جامعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسب في الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا فقام قياما طويلا نحو من قرات سورة البقرة ثم ركع رفعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع رفعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قيام طويلا ودون القيام الأول ثم ركع رفعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع رفعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرط ثم انصرض وقد تجلت الشمس فقطب الناس متبق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلى حين قصبت الشمس ثماني ركعات بأربع سجدات وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك وله عن جافر رضي الله عنه صلى ستا ركعات بأربع سجدات ولي أبي داود عن أبي ابن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعلة الثانية مثل ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال ما هدت ريف قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافي والطبراني وعنه أنه صلى في زلزلة في التركعات وعربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات رواه البيعق وذكر الشافي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره باب الصلاة للسطح عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصل عركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب قطبكم هذه رواه الخمسة وصحة والتربدي وأبو عوانة وابن حتها وعن عشة رضي الله عنها قالت شكل ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعن عشة رضي الله عنها قالت شكل ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعن الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد والله ما الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء وأنزل علينا الغني وجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا لا حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى روي بياض إبطي ثم حول إلى الناس ضاره وقلب رداه وهو راكع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشاء الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو جاود وقال غريب وإسناده جيد وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زين وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جارتين ما بالقراء وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداه ليتحول القاحة وأنا نسر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا فحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا فيسقى رواه البخاري وأنا نسر رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر توبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم وعن عيشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيب النافع نخرجه وعن ساج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسحى اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا وحوكا تنفرنا منه ردادا فططا تنفرنا منه ردادا فططا سجلا إياد الجلال وليك رام رواه أبو عوانة في صحيحة وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستفي فرأى نملة مستلغية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بناغنا عن سقيات فقال ارجعوا فقد سفيتم بدعوة غيركم صواه أحمد وصححه الحاتم وعن نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استدقى فأشار بظهر كفه إلى السماء يخرجه مسلم باب اللباس وعن نبي عامر الأشاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أن من أمتي أقوام يستهلون الخزة والحرير هو أبو داود وأصله في البخاري وعن حذيفة رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نشرب في آنية الذاب والفضة وعن نأكل فيها وعن نفس الحرير والذيباج وعن نجلس عليه رواه البخاري وعن عمر رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس الحرير إلا موضع يطبعين أو ثلاث أو أربع متبق عليه واللغض لمسلم وعن نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وعن زبير رضي الله عنهما في قميص في قميص الحرير في سبر من حكة كانت بما متبق عليه وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة في عوام فخرجت فيها قرائط العبض في وجهي فشققتها بين نسائي واتفق عليه وهذا لغض مسلم وعن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحل الذهب والحرير لدينا في أمتي وحرم على دخولهم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا نعم على عبد نعمة ليراثر نعمته عليه وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن لبس الخسي والمعصر رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصرين فقال أمك أمرت بهذا رواه مسلم وعن أثناء بذكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكهوفة الجيب والكمين مكهوفة الجيب والكمين والقرجين بالذيك جرواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نوصلها للمرضى نستشفي بها وزاد البقاري في لذب المفرد وكان يلبسها للوقع والجمع كتاب الجنعين عن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذا من لذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصحح ابن هبان وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان العبد متمنيا فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي اتفقوا عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرف الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن هبان وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عقل ابن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم وأنا أخبره وعن أبو داود والنسائي وصححه ابن حنبان وعن أم سلمة رضي الله عنها قال ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلم فقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قمضت تباه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تتؤمن على ما تقولون ثم قال الله أفلي بي سلمه وارفى درجته في المهدين وأفسح له في قبره ونوّر له فيه واخلقه في عقبه رواه مسلم وعن عيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري وعن نبي هريرة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضانه رواه أحمد والترمدي وحسنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الذي سقط عن راحلته فمات تغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين اتبقوا عليه وعن عيشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا الحديث رواه أحمد وأبو داود وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فلما قرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنا إياه متفق عليه وفي رواية بدلنا بميامنها وموعظ الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فضطرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفا وعن أعشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة يتواب بيض سفولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال لما توفي عبد الله بن عبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال أعطني قميصك وكفنه فيه فعطاه إياه واتفقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البيضة فإنها من حير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصحه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسنك فنهراه مسلم وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل عحد في ثوب وعحد ثم يقول أيهم أكثروا أخذاً للقرآن فيقدمه في الأحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخارين وعن علي رضي الله عنه قال سمعت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلم سلباً سريعاً فواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لو ميت قبلي لغسلتك الحديث رواه أحمد وابن معجة وصحر ابن حذان وعن اسم بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي قواه الدار قبلي وعن بريجة رضي الله عنه في قصة العامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودبنت رواه مسلم وعن جابر بن سبرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم وعن نبي هريرة رضي الله عنه في حصة المرات التي كانت تقوم المسجد قال فسال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم أعدمتموني فكأنهم صغروا أمرا فقال دلوني على قبرها فدلوا فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوعة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعيم ضواه أحمد والترمذي وحسنه وعن نبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نعن نجاشي في اليوم الذي مات به وخرج بهم إلى المصلى فصف به وكبر أربعا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله في رواه مسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقعم وسطها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قال والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد رواه مسلم وعن ابن الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنازنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربع وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سل ابن خنيف ستا فقال إنه بدري رواه سعيد من منصور وأصله في البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنازنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب بالتكبيرة الأولى رواه شافي بإسناد ضعيف وعن طلحت ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتلموا أنها سنة الرواه البخاري وعن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة تحفظت من دعاء اللهم أغفر له وخمه وعافيه وعفو عنه واكر نزله فوسي مدخله وأرسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نفيت التوب الأبيض من الدنس وبجله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة وفيه فتلة الخبر وأذاب النار رواه مسلم ونبي هررت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازتني يقول اللهم اظلحينا وحيتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وعندانا اللهم من نحيته منها فاحيه على الإسلام ومن توفيته منها فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجراً ولا طب لنا بعداً رواه مسلم والأربع وعنور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعا أعطوا أبو داود وصحهم همدان وعنبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بجنازتي فإن تكوا صالحة فأخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تطاونه والرقابكم متبق عليك وعنه رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطا في لوم القيراطا قال مثل جبلهم العظيمين متبق عليهم ولمسلمين حتى توضى باللحد وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معهم حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل وحد وعن سالم عن أبيه أنه وعن نبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه خمسة وصحى ابن الحبان وعلهم نساء وطائفة بالإرسال وعن أم عطية قالت أمين عن اتباع الجناز ولم يوزم علينا متبقنا عليه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متبقنا عليه وعن أبي اسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله وعن أبي اسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة اخرجه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى أملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وأبو داود والنسائن وصابن حبان وعله الدار قطني بالغطر ونعيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن معجم الحديث أم سلمة في الإذن وعن ساد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحدول لحدا وعن ساد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحدول لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما صنع برسول الله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللا بياقه عن جابر نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قد رشبر وصححوا بمحبان ويمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وعن عمر بن رفيعة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم وواهد دار قطني وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأحيكم وسألوا له التذبيت بينه لا يسأل رواه وابو جاود وصحاها الحاكم وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحقون إذا سوئ على الميت قبره صرف الناس وقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحقون إذا سوئ على الميت قبره وانصر وقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد طواه سيد بن منصور موقوف وللطبراني نحوه من حديث يا بي مامة مرفوعا مطولا وعن بريدة بن الحصيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم زاد الترمدي فإنها تذكر الآخرة زاد بن معجة من حديث بن مسعود رضي الله عنه وتزهد بالدنيا وعن بيه ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان زائرات القبور رجع الترمدي وصح حمد بن حبان وعن بيه سيد القدري رضي الله عنه قال دعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع رجعه أبو داود وعن معطية رضي الله عنها قال تقد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح متبقنا عليه وعن مر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت الميت يعذب في قبره بمانيح عليه متبق عليه ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدذل فرسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعا وعن البخاري عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أخرجه ابن ماجه واصره فيه مسلم لكن قال زجرا يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه وعن أبد الله بن جعفر رضي الله عنه ما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم تسنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاقوا ما يشعلهم خرجوا الخمسة إلى النساء وعن سليمان ابن بريدة نبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولون السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العبيا رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأفل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بلا ذر رواه ترنري وقال حسن وعن عشرة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب لمعاتب إنهم قد أضبوا إلى ما قدموا صواه البخاري وروى الترنذي وعن المغيرة نحوه لكن قال كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد اكترض عليه صدقة في أموالهم تخذر من نخيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللغض للبخاري وعن نسر رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي قرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاه فإذا فلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضم ذا فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت ست وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ونذى فإذا بلغت ست واربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذع فإذا بلغت ست وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إذا وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقة مطر خساء الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمس حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة العنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات شاة فإذا زاد على عشرين ومئة إلى مئتين ففي ها شات فإذا زاد على مئتين إلى ثلاثمئة ففي ها ثلاث شيا فإذا زاد على ثلاثمئة ففي كل مئة شا فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذوات عوار إلا إن يشاء المصدق وفي اللقة ربع العشر إن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من العبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده فق فإنها تقبل منها الحق ويجعل معها شاتين من استيسرة له أو عشرين برهما ومن بلغت عنده صدقة الحق وليست عنده الحق وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق عشرين برهما أو شاتين رواه البخاري وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باته إلى اليمن فعمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا وتبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن كل حال من دينار أو عدله معافر رواه الحمسة واللبظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه بن حبان والحاكم وعن عمر بن شعي بن نبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولي أبي داود ولا ترحد صدقاتهم إلا في دورهم وعن أبي حريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة البطر وعن بهز بن حكيم عن نبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة عبل في أربعين بنت لبون لا تفرق عبل نال عن حسابها من عطاها ممتجرا بها فله وجرها ومن مناها فإنا آقذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يخل لآل محمد منها شيء ضواه أحمد وعبو داود ومن سائه وعن قشاب يقول به على جبوته وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئة برهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دي نارا فإذا كانت لك عشرون دي نارا وحال عليها الحول ففيها نص دي نار فما زاد فبحساب ذلك وليس بمال زكاة حتى يحول عليه الحول والراجف وعن واللترمدي عن من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجف والراجف وقفه وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقه ضواه أبو داود والدار قطني والراجح وقفه وعنضان وعن عمر بن شعي بن نبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدق رواه الترمذي والدار قطني ويسنى دروه ضعيف وله شاهد مرسل عند الشعفعي وعن عبد الله بن نبيه فعرضي الله عنه قال كان رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاهم قوم بصدقة بهم قال اللهم صل عليهم متفقنا عليه وعن علي رضي الله عنه وعن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس عواق من الوارق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من ليب الصدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ورواه مصلم وله من حديد أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة وأصل حديد أبي سعيد متفقنا عليه وعن سالم بن عبد الله عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظم الصلوشر رواه البخاري ولي أبي داود كان بالا العشر وفيما سقي بالسواني أو النظم الصلوشر وعن أبي موسى لا شعري ومعاد رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذان صدقة إلا من هذه الأصناف الأربع الشعير والحمطة والزبيب والتمر حواه الطبران والحاكم ولبدار قطنية معاد رضي الله عنه فأما الخبساء والدقيق والرمان والخضب فقد عثى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثناده ضعيف وعن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع طواه الخمسة إلا ابن ماجع وصفأه بن حبان والحاكم وعن أتاب بن يسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتأخذ زكاته زبيبا طواه الخمسة وفيه انطقا وعن أمر بن شعي بن عنبيه عن جدي أن مرات ناتت النبي صلى الله عليه وسلم وما أبنة لها وفي يد ابنتي مسكتان من ذاب فقال لا أتعطي أني زكاة هذا قالت لا وليسرك أن يسورك الله بما يوم القيامة سوارين من نار ألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصحأه الحاكم من حبيب عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس وضاها من ذاب فقالت يا رسول الله يا كنز فقال إذا أديتي زكاة فليس بكنز رواه أبو داود والدار فطني وصحأه الحاكم فعن سمرة بن جند بن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين ويدوه للبيع قال وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز القمس متفق عليه قال نبي هريرة رضي الله عنه قال وفي الركاز القمس parece وعن أمر بن شعي بن أن جده أن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال قال في كنز وجده رجل في حربة إن وجدته في قرية مسكونة فأره وإن وجدته في قرية غير مسكونة فديه وفي الركاز القمس خرجه ابن ماجه بإسناد حسن وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة قواه أبو داود باب الصدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صعا من تمر أو صعا من شعير على العبد والحر والذكر والنفى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه والابن عدي لوجه ناخر والدار فطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صعا من طعام أو صعا من تمر أو صعا من شعير أو صعا من زبيب متفق عليه وفي رواية أو صعا من أقف قال أبو سيدنا ما أنا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي داود لا أخرج أبدا إلا صعا وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر طهرة للصائم من اللعو والرفدي وطعمة للمساكين فمن أدىها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدىها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجة وصحها من حاكم باب صدقة التطوع نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنزق يمينه متفق عليه وعن أقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مر في ظل صدقتي حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم قال نبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كسى الله من خدر الجنة وأيما مسلم أطام مسلما على جوين أطامه الله من ذمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على عظم إن سقى الله من الرحيط المختون وعن أبو داود وفي إسناد هيلين وعن حكيم بن حزان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السبلة وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر عنا ومن يستاذف يعفته الله ومن يستانيونه الله متفق عليه واللغض للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة في أفضله قال جمد المقل فابدأ بمن تعول رجعه أحمد وأبو داود وسقعه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي بينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر فوهو أبو داود والنسائي وصحح ابن حبان والحاكم وعن عيشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مستدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينفس بعضهم أجر بعض شيئا متفق عليه وعن نبي سعيد القدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حري لي فارت وما تصدق به فزعم ابن مسعود أنه هو ولدا وحق من تصدقت به عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت مسعود زوجك وولدك يا حق من تصدقت به عليهم رواه البقاري وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس بوجهه مزاة لهم متفق عليه وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أبو علىهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقر له ليستقر رواه المسلم وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزنة الحطب على ظهره فيبيعها فيكث الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل صلقانا أو بيهم للعبد منه رواه الترمذي وصححة باب قسم الصدقة عن نبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشترها بماله أو غار أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق بعليه منها فعن نبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشترها بماله أو غار أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني الرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم أو عل بالإرسال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حددا أنهما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلانه من الصدقة فقلب فيهم البصر فرآهما جلدين فقال يشيت ما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مختسب رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي وعن قبيصة بن مقارك الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تقل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجام قومه لقد أصابته لانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سخت يعقلها صاحبها سختان رواه مسلم وعبو داود وابن خزيمة وابن حبان وعن عبد المطالب بن رابعة بن الحارف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي عساق الناس في رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطالب من خمس حيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بن المطالب وبن حاشم شير وعند الرواه البخاري وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتعوا فسأله فقال صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد والثلاثة وابن قزيمة وابن حبان وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطيه أكبر مني فيقول قده فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت عير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبه نفسك رواه مسلم كتاب الصيام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم متفق عليه وعن أمار بن ياسد رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم ذكروا البخاري تعليقا وصلوا الخمسة وصحح ابن حزيمة وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم قصوه وإذا رأيتم فأفضروا بينهم عليكم فاخدروا لهم السبق عليه ولمسلم فأونهم عليكم فاخدروا ثلاثين وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرأى الناس الهلال فأكبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه وابو داود وصحح ابن حبان وحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عراقيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال وأن يصوموا غدا رواه الحمسة وصحح ابن حزيمة وابن حبان ورجح النسائي رسالة وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام لن رواه الحمسة ومهل الترهدي والنسائي إلى ترجيع وقفه وصحعه مرفوع ابن حزيمة وابن حبان وللدار فخني إلى صيام لمن لم يفرضه من الليل وعن عشرة رضي الله عنها قال ادخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صاهم ثم أتعنا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال ارني فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم وعن سال ابن سعج رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفقر متبق عليه وللترمذي من حبيبي أبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحبوا البادي لي أعجلهم فطرا وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متبق عليه وعن سلمان بن عامر الطبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضر أحدكم فليغفر على تمر فإن لم يجد فليغفر على أماء فإنه طور ضواه الخمسة وصحى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن نبي غريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأكثر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متبق عليه فعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطامه ضواه البخاري وأبو داود واللغولة وعن عاشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه اتفقوا عليه والرفض لمسلم وجاد في رواية في رمضان وعن ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وعن شداد ابن أوس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم اتا على رجل بالبقيع وهو يهتجم في رمضان فقال عطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترملي وصحه أحمد وابن خزيمتاه وابن حنبان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما فرهت الحجامة للصائم أن نجع فربنا بي طالب تجموا وصائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقوى وعن عيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن معج بإسناد ضعيف قال الترملي لا يصح به شيء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نتي وهو صائم باكل وشرب فليتم صومه فإنما قمر الله وسقى متفق عليه وللحاكم من اختر في رمضان ناس فلا قضاء عليه ولا كفار فهو صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيه فلا قضاء عليه ومن استقاب عليه القضاء قوام خمسه أعله أحمد وقوام دارقتني وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ فراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدم من ماء فرضعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك النصات أولئك النصات وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصياب وإنما ينظرون فيما فعل فدى بقدم من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم وعن حمزة بن عمر إلى أسلمه رضي الله عنه وأنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسد ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر سال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يضطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا خضاء عليه رواه الدار قطني والحاكم وصحها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكت قال وقعت على مراتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتعبهين قال لا قال فهل تجد ما تضعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عرقين في تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أكبر مني فما بأث ما بين لابتيها أهل بيتنا حوج إليه مننا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نعبه ثم قال ذهب فاطع وأهلك رواه السبعة واللقظ لمسلم وعن عيشة وأم سلمة رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جمعا ثم يغفصل ويصوم متبق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي وعن عيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه سيام صام عنه وليه متبق عليه باب صوم التطوع ومعنه هي عن صومه عن أبي قتادة الأمصاري رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عربا قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عشورا فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذات يوم ولدت فيه وبعدت فيه أو أنزل علي فيه رواع مسلم وأنبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان في صيام الدائر رواه مسلم وأنبي سعيد للخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين قريبا وتبق عليه والنظر مسلم وأن عيشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكن لصيام شهر قطو إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متبق عليه واللغض لمسلم وأنبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وحمس عشرة رواه النسائي والترمري وصحة وابن حبان وعنبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللغض للبخاري زاد أبو داود غير رمضان وعنبي سيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وعن نبيشة الهدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم وعن عشرة وابن عمر رضي الله عنه ما قالا لم يرقص في أيام التشريق أن يصنع إلا لمن لم يجد الهدي صواه البخاري وعن نبيه رئرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تقصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وعن نبيه رئرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوما بعده متفق عليه وعن نبيه رئرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فواه خمسة واستنكره أحمد وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أعود شجرة فليمضع فواه خمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد انكره مالك وقال أبو داود هو منسوح وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم لاحد وكان يقول وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجهم نسائي وصحها وابن خزيمة وهذا لضوء وعن نبيه ريارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة طواه قمسة ويرفر نديه وصحها وابن خزيمة والحاكم واستنكره لغقير وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام لابد متبق عليه ولمسلم نبيه اقتادة لا صام ولا اضطر باب الاعتكاد وقيام رمضان النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا وحسابا وغير له ما تقدم من ذنبه متبق عليه وعن عشد رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأقير من رمضان شد مزره وحيى ليله وإقضاه له متبق عليه وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكد العشر لواطرا رمضان أتى توفع الله ثم تكفى أزواجه من بعده متبق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكد صلى الفجر ثم دخل متكفه متبق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليدخل علي راسه وهو في المسجد وهو في المسجد فورجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجه إذا كان متكبا اتبقنا عليه واللغض للبقارين وعنها رضي الله عنها قالت فالسنة على المتكب يلا يعود مريضا ولا يشهد جنازا ولا يمس مراتا ولا يباشرها وعنها وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي راسه وهو في المسجد فورجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان متكبا متفق عليه واللغض للبقارين وعنها رضي الله عنها قالت فالسنة على المتكب يلا يعود مريضا ولا يشهد جنازا ولا يمس مراتا ولا يباشرا ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه ولا تكاف إلا بصوم ولا تكاف إلا في مسجد جامع حواه أبو داود ولا بس برجاله إلا أن الراجح وفق آخر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المتكب صيام إلا أن يجعله على نفسه ضواه الدار وفقني والحاكم والراجح وفقه أيضا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفقنا عليه وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواغ أبو داود والرواجح وقفه وقد اختلف في تعينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري وعن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله سيلة القدر ما أقول بيها قال قولي اللهم إنك عفو تثب العفو وفاق عني ستغير أبي داود وصحة الترمذي والحاكم وعن أبي سعيد كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهم جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجة ولفضله وإسناده صحيح وعصله في الصحيح وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي قال لا وأنت أتمر خير لك رواه أحمد والترنذي والراجح وقفه وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريغتان وعنانس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدار قطني وصحح الحاكم والراجح إرساله وخرجه الترمدي من حديث ابن عمر عيض وفي إسناد عيض وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قال المسلمون فقال من أنت فقال رسول الله فرفعت إليه مرات صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر ضواه مسلم فعنه قال كان الفضل ابن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت مرات من خطع ما فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرب وجه الفضل يلل الشق لآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج يدرك أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة يفحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللغض للبخار وعنه أن امرأة من جهين تجاتل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت إن أمي ندرت أن تحج فلم تحج حتى مات فاحج عنها قال نعم حج أنا أرايت لو كان على أمك دين أكن في قاضيته أقض الله فالله وحق بالوباء روار البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما صبي حج ثم بلغ الحنذا فعليه أن يحج حجة أخرى وعي ما عبد حجة ثم واتق فعليه حجة أخرى رواه ابن أبي شيبتا والبيهقي ورجال وثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ وأنه موقوف وعنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو أن رجل بمرأة إلا ومع هذا محرم ولا تساثر المرأة إلا مع به محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتبت بي أزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع مرأة متبق عليه واللغض مسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال أخ قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه الله أبو داود وابن معج وصحح ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال الله كتب عليكم الحج فقام لقرع محابس فقال في كل عام يا رسول الله قال لو قيتها لوجبت الحج مرة فما زاد ذو وتطوع رواه الخمسة وغير الترمدي وأصل روبي مسلم من أبيه أبي هريرة رضي الله عنه باب الموقيت عن ابن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وقفة لأهل المدينة ذا الحليفة وليهل الشام الجحفة وليهل نجد قرن المنازل وليهل اليمني لم لم هن لهن ولمن آت عليهن من غير هن ممن أراد الحج والأمر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشى حتى أهل مكة من مكة متفق عليه وعن عشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وواه أبو داود والنساء وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في ربعه وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق وعند أحمد رابي داود والترمدي عن ابن عباس رضي الله عنه معه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق باب وجوه الإحرام وسطه عائسة رضي الله عنها قالت حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا منا هل بعمرة ومنا منا هل بحج وامر ومنا منا هل بحج وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما منا هل بعمرة فحل وامنا هل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يخلوا حتى كان يوم نحر متبقنا عليه باب الإحرام وما تعلق به عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متبق عليه وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترملي وابن حبان وعن زيد النتابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه وعن ابن عمر رضي الله عنه مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائن ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن علينا فليلبس الخفين وليقطعهم أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مساه الزعقران ولا الورس متفق عليه واللطب مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنتو طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوب بالبيت متأقن عليه وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في فصة صيده الحمارة الوحشية والرغي ومحرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد نامره وأشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لعبه متفقنا عليه وعن الصابب جثامة اللي في رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قمارا وحشيا وهو بلا بواي أو بودعا فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن أخرم متفقنا عليه وعن عيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بكلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور متفقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجم وهو محرم متفقنا عليه وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي وقال ما كنت أراء الوجع ببلغ بكمارا تجد شاتا قلت لا قال فصم ثلاثة أيامنا وأطهم ستة مساكين لكل مسكين النص صعيم متفقنا عليه وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ذحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبث عن مكة الجيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بابي فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال لا أباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجاله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر رمتفقنا عليه وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعى لي أهليا وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صعيها ومدها بمثلي ما دعى إبراهيم لأهل مكة متفقنا عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور فواه مسلم باب صفة الحج ودخول مكة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه معن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسمعه بنت وميس فقال فسلي واستفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت فيه على البيض يا أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام عبرعه فصلى ثم رجى إلى الركن فاستلم ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة إن شائر الله أبدأ بما أبدأ الله به فرقي الصفا حتى أرى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وأنجز وعده ونصر عبده وأزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صدت أدماه في بطن ذواديسا ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل المروة حتى إذا صدت قدماه في بطن الواديسا حتى إذا صعد مشارل المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا فذكر الحديث وعبيه فلما كان يوم التروية توجهه إلى منا وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهور والعصر والمغرب والعشعة والفجر ثم مكث قليلا حتى طلات الشمس فأجاز حتى أثارها فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا أزاغت الشمس أمر بالقصوى إذا رخذ رخلت له فأتى بطن الوادي فحطط الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهور ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاف بين يديه واشتقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى أغربت الشمس ودابت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده لنمنا يا أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الخبال أرخالها قليلا حتى تصاد حتى أتى المزدل فتبصلها بها المغرب وليش بأذان واحد وإقامتين ولم يسبث بينهما شيئا ثم الطجع حتى طلع الفجر فصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدع وكبر وهلل فلم يزل واقما حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى قطن محسر فحرك قليلا ثم سلت الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخد رما من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاظ إلى البيت فصلى بمكة الضغر رواه مسلم متظلا وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج ناب عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار طوار الشافعي بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم وعن عيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متبقنا عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذيط وحتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متبقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مركوا والبيه فيه موقوفا وعنه قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل ثلاثة أشواط ويمشو أربعا ما بين الضفنين واتفقنا عليه وعنه قال لما رى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه وأنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا عني راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متبقنا عليه وعن أبي طبيل رضي الله عنه قال راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمعجن معه ويقبل المعجن رواه مسلم وعن أبن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصحه الترمذي وعن نسر رضي الله عنه قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متبقنا عليه وعن ابن أباس رضي الله عنه قال باتني رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقل وقالت الضعفة من جمع بليل وعن عيشة رضي الله عنها قالت استاذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلجة أن تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليهما وعن ابن أباس رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع وعن عيشة رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأطابت رواه أبو داود وإسناد وعلى شرط مسلم وعن روة بن مضرس رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدل فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعربة قبل ذلك ليلة أو نعارا فقد تم حجه وقضى تفذه رواه الخمسة وصفحه الترمذي وصفحه الترمذي وصفحه الترمذي وابن خزيمة وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم ثم فاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وعن ابن عباس وعسامة ابن زيد رضي الله عنه ما قال لم يزر النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحاة وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على لا يدرك كل حصا ثم يتقدمه ثم يسهل ففيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقب عنده ثم ينصره فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعله رواه البخارين وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحرقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما أن الله عليه وسلم وقب في حجة الوداع فجعلوا يسألون فقال رجل لماشر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج فقال آخر فقال لماشر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سيل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ابعل ولا حرج متبقنا إليه وعن المسور ابن محرمت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البقاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء وواه أحمد وأبو داود وفي إسناده يضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرنا وواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استجن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبيت بما كث ليالي من أجل شقايته فأذن له متفق عليه وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيت وتتعمينا يرمون يوم النهر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النهر رواه الخمسة وصحعه الترمدي والمهبان وعن أبي بكرت رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر الحديث متفق عليه وعن سرى بنت نبهان رضي الله عنه قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أصف أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوابك بالبيت وبين الصبا والمروة يكفيك لحديك لعمرتك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبيل الذي أفعض فيه رواه الخمسة إلا الترمدي فصحعه الحاكم وعن نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقبة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فضعف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفال ذلك إن نزول بلا بطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس ويكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الخرام وصلاة في المسجد الخرام وصلاة في المسجد الخرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصفح بن حبان باب الفوات والإحصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلق وجه مع نساءه ونحر هديه حتى تمر عاما قابل الرواهم بخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بعثة بنت الزبير بن عبد المطلق رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متبقنا عليه وعن إكريمتا عن الحجة بن عمرن الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثراه عرجا فقد حلوا عليه الحج من قابل قال إكريمة فسالة بن عباس وعباه ريرة عن ذلك فقال صدق أهواه الخمسة وحسنه الترمذي كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه الرفاة بن رافر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب يطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رضاه البزار وصححه الحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السغل ويجهن بها الجلود ويستصفح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله أعلم ما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان فواه خمسة وصحة أو الحاكم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية حلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واشترفت حملانه إلى أهلي فلما بلعت وتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في تريه فقالا تراني ما كستك علي أخذ جملك أخذ جملك ودراهمك واتفق عليه وهذا السياق لمسلم وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له معل غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وقلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارس في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم وعن نبي الزبير قال سألت جاب عن كمن السنور والكلب فقال فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي والنسائي وزاد إلا كالب صيد وعن عشرة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسعى واقع في كل عام وقيا فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولوك لي فعلت فذابت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسبع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمنع تق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واتنا عليه ثم قال أما بعد فما فعل رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله يحق وشرط الله يوثق وإنما الولاء لمنع تق متفق عليه واللقظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نها عمر وعن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توعب ولا تورد يستنسع بها ما بداله فإذا مات فهي حرة رواه مالك والبياقي وقال رضعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبي سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأس الرواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصحه وابن حبان وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسبي الفحل رواه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن بيع حبل الحبل وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاه وأن الجاهلية كان الرجل يبتاه الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللغو للبخاري وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن بيع الولاي وعنهبته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع رواه مسلم وعنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعما فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم وعنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياتين في بيات رواه أحمد والنسائي وصحعه الترمذي والمهمبان وليبي داود من باع بياتين في بيات فله أوكسه معه الربع وعن أمر بن شوار بن عنبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصحاة الترمذي وابن خزيمة والحاكم واخرجه في علوم الحديث من رواية يا بي حنيفة عن عمر المذكور بلظ معنى عن بيع وشرطه ومن هذا الوجه اخرجه التبراني في الأوسط وهو غريب وعنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمر بن شوائب به وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلبي بذراعي فالتفت فإذا زيت ابن تابت فقال لا تبعوا حتى حيث ابتعته حتى تحوزه من العرح لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم فواه أحمد وأبو داود والأغذل وصحى أبو حبان والحاكم وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإذل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسير يومها أما لم تتفرقا وأنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإذل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسير يومها ما لم تتفرقا وبينكما شير رواه الخمسة وصحها والحاكم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متبق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم طواه الخمسة إلا ابن ماجى وصحها والترمذي وعن نسى رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والمخابرة والملمسة والمنابدة والمزابنة رواه البقاري وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللغو للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يغطب على قطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فيه نعيا متفق عليه ولمسلم لا يسهم المسلم على سوم المسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصحعه الترمدي والحاكم لكن في إثناده مقام ولو شاهد وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله ثقات فقد صحعه ابن قزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة غلى السعر بالمدينة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعر القابل الباسط الرزاق وإني لا رجوة ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبوني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النساء وصحعه ابن حبان وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم وعن نبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والعلم فمن ابتعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء مسكها وإن شاء ردها وصعب من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علق البقاري ورد معها صعب من طعام لا سمر قال البقاري والتمر أكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شأة محفلة فردع فليرد معها صعب فواه البقاري وزاد الإسماعيلي من تمر قال أبي غريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت صابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال صابته السماء يا رسول الله قال فلا جعلته فوق الطعام كي يرى الناس من غشغ ليس منه رواه مسلم وعن عبد الله بن بريدة نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تقحم النار على بصيره رواه الطبراني بالأوسط بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الحمسة وضعه البخاري وابو داود وصحاء الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن الهبان والحاكم وابن القطعا وعن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عقاه دينار يشتري به أرقية عشا أو شاتا فاشترى به شاتين فبعا أداهما بدينار فأداه بشات ودينار فادعا له بالبركة في بياه فكان لو اشترى ترابا لربح به رواه الخمسة إلا النساء وقد خرجه البخاري ضين حديث ولم يسق لفظه وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم المحزام وعن أبي سيد الخديري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنام حتى تضع وعن بيع ما في ظروعها وعن شراء الأبد ووافق وعن شراء المغاني حتى تكسب وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجا والبزار والجار قطني بإسناد ضعيف وعن ابن مسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشكر السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوب على ظهر ولا لفن في ضرع رواه الطبراني في الأوسط والجار قطني وخرجه أبو داود في المراسل لإكريمته والراجة وخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البياقين وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته وقال الله أذرته رواه أبو داود وابن ماجان وصحا وابن حبان والحاكم باب الخيار عن ابن عمر رضي الله عنه مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهم الآخر فإن خير أحدهم الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تضرقا بعد أن تبايعا ولم يترق واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه وأن لقضل نبل مسلم وعن أمر بن شعيد عن نبيه عن جذبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتغرقا إلا أن تكون صفقة خياره ولا يحل له أن يفارقه حشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا ابن معجا والدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتغرقا من مكانهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايت فقل لا قلاب فمتفق عليه بابربا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده فقاله ما سوى رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة وعن ابن الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا عسروا مثل وان ينفح الرجل أمه وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن معجا مختصرا والحاكم بتمامه وصحا وعن أبي سعيد للخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائدا بناجز متفق عليه وعنه بعد ابن الصامت رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذعب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذعب وزنا بوزن مثلا بمثل والتبط بالتبط وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أوز فزاد فهو ربا رواه مسلم وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا استعمل رجلا على خيبرا فجاءه بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبرا كذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بعرج ما بالدرائم ثم ابتع بالدرائم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصدرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم وعن فضالت ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم حيبر قلابة باثن عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثن عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعوا حتى تفصل رواه مسلم وعن سمرت ابن جند بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسياه فواه الخمسة وصحأه الترمذي وابن الجارود وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايتم بالعينة واقلتم أذنب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد سمعت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه ابو داود من رواية نافين عنه وفي إسناده ما قال وليحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله وذقات وصحأه ابن القطان وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبال أخي شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبو أبي الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ما قال وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمي وصحأه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيسا فنفدت لإبل فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة قال فكنت أخذ البائر بالبائرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبياقي ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطي إن كان نخلا بثمر كيلة وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة وإن كان زرانا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب في التمر فقال لا ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنها عن ذلك فواه الحمسة وصححه ابن المديني والترنبي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الكالي بالكالي يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزاب بسناد ضعيف باب الرخصة في العرايا وبعلصول والثمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا رخص في العرايا أن تباع بحرصها كي لم نتبق عليه ولمسلم الرخص بالعرية يخذها أهل البيت بحرصها تمر يأكلونها رقبا وعن أبي غريرة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بحرصها من التمر فيما دون خمسة يأوسق أو في خمسة يأوسق متقق عليه وأن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه وعن نهى البعا والمبتاع متققنا عليه وفي روايته وتعهى إذا سئل عن صلاحه قال حتى تذهب آته وأن ابن مالك رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها قال تحمر وتصفار متفقنا عليه واللغض للبخاري وعنه رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع لنبي حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه خمسة للنسائية وصحى ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك كمرا فأصابته جائحة فلا يقل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مع الأخيك بعير حق رواه مسلم وفي رواية الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتع نخلا بعد أن تعبرها فثمرتها للباع الذي بعها إلا أن يشترق المبتاع متبق عليه أبواب السلم والقرض والرهم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المدينة وهم يسلبون في الثمار سنة والسنتين فقال من أسلب في تمر فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم إلى جر معلوم متفق عليه وللبقاري من أسلب بشيء وعن عبد الرحمن بن أبزا وعبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا عن بعض من عن بعض الشام فنسلفهم في الحمطة والشعير والزبيد وفي رواية والزيت إلى أجر مسمع قيل أكان لأنزر قالا ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أكلفه الله تعالى قواه البخاري وعن عيشة رضي الله عنها قال كلت يا رسول الله إن فلان قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه توبين بنسيئة إلى ميسرا فأرسل إليه كم تنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهم من صاف به الذي رأنا له غمه وعليه غرمه فالله الدار قطني والحاكم ورجاله ثقا إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغير إرساله وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع فأمر أبا رافع من يقضي الرجل بكرا فقال لا أجد إلا خيارا فقال صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءا رواه مسلم وعن ألي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عنه قال باب التفليس والحجر أن أبي بكر بن عبد الرحمن يا نبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس بوا حق به من غيره متبق عليه ورواه أبو جاود ومالكم من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا مرسلا بلغض أي ما رجل باع متان فأفلس الذي ابتاه ولم يقبض الذي باعه من جمني شيئا فوجد متاه بعينه فهو أقبه وإن مات المشتري فصائب المتاع أسوة الغرمى ووصله البيهقي وضعه تبعا لأبي داود وروا أبو داود وابن ماجه الرواية عمر بن حلدة قال أعتينا أباه غيره في صاحب لنا قد أفلس فقال لا أقضي فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاه بعينه فهو أقبه فصحه الحاكم وضعه أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت وعن عمر بن الشريب يا نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قواه أبو داود والنساء وعلقه الزقاري وصحه المحبان وعن أبي سعيد للخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كمار افتاع فكذر دينه فأكل سبق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفا دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمى خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاد ماله وباعه في دينه كان عليه رواه دار قطمي وصح على حاتم فخرجه وأبو داود مرسلا ورجه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعن ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وعن ابن خمس عشرة سنة فأجزني اتفقنا عليه وفي رواية لبيقي فلم وفي رواية لبيقي فلم يجزني ولم يرني بلغ وصحها ابن خزيمة وعن عقية القرضي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتلا ومن لم ينبت قل لي سبيله فكنت من من لم ينبت فقل لي سبيلي رواه خمسة وصحها ابن حبان والحاكم وعن عمر بن شعي بن عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لمرات عطية لا بهم زوجها وفي لقض لا يجوز للمرات أمر في مالها إذا ملك زوجها وعن عصمتا رواه أحمد وأصحاب السنمي التي النبي وصحها الحاكم وعن قبيصة ابن مخارف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلة لا تفل إلا لأحد ثلاثا رجل تحمل حمالة فحلت له المسلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسلة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجام قومه وقد أصابته لانا فاقة فحلت له المسلة رواه مسلم باب الصلح عن عمر بن عوف من المزني رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وحل حراما والمسلمون على شروط لا شرطا حرم حلالا وحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه بأن راويه كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف ضعيف وكأنه أعتبروا بكثرة طرقه وقد صحاه بن حبان الحديث يا أبي هريرة رضي الله عنه وأن أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره وأن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم أنها مرغين والله لا أرمي النبي هابين أكتابكم متفقون عليه وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرين أن يأخذ عصاقه بغير طيب نفس منه رواه المحبان والحاكم في صحيحين باب الحوالة والضمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفقنا عليه ففي رواية ليحمد ومن نحيل فليحتل وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وأنطناه وكفلناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطا قطا ثم قال عليه دين قلنا دين أراني فصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الدين أراني عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصل عليه فواه وحمد وابو داود والنسائي وصحاب الحبان والعاكم وعن أبيه ريرة رضي الله عنه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضى فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحيكم فلما فتح الله عليه الزتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاءه متبق عليه في رواية للبخاريين من مات ولم يترك وفاء وعن أمر بن سعيد نبيا جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة بيحد رواه البيهقي بإسناد ضعيف باب الشركة والوكالة أن أبيه غريرة رجى الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا قعن خرجت من بينهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان شريكا نبي صلى الله عليه وسلم قبل الباذة فجاء يوم فتح فقال مرحبا بأخي وشريكي فواه أحمد وابو داود وابن ماجه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وساد فيما نصيب يوم بدر الحديد رواه النسائي وغيره وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت خروج إلى خيضر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيضر فقب منه خمسة عشر واسقا فواه أبو داود وصحة وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ما هو بدينار اشتري له مرحي الحديث الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بلا ثم ستين وعمر علي أن يجبح الباقي الحديث رواه مسلم وعن نبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأسيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن نبي هريرة رضي الله عنه وعن نبي هريرة رضي الله عنه باب العالية عن سمرة ابن جند بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاليد ما أخذت حتى توديه فضاه أحمد والأربات وصححه الحاكم وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدّي الأمانك إلى منئ ثمنك ولا تقم من خانك هو أبو داود والترمذي وحسنه وصحح الحاكم والسنكره وأبو حاكم الرازي وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تذكرت لي فعقهم ثلاثين درا قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤدى قال بل عارية مؤدى حواه أحمد وأبو داود والنساء وصححه أبو حبان وعن سقوان ابن عمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروع يوم حنين فقالا غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة حواه أبو داود والنساء وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنه باب العصب عسايد ابن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يتطع شكرا من الأرض ظلما طوق الله إياه يوم القيامة من سبع راضين متبق عليه وأنا نسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعم فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها واجعل فيها الطعم وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضائبة عائشة رضي الله عنها وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصعها مع الرافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله منافقته رواه أحمد والأرباط إلا النسائي وحسن والترمذي ويقال إن البخاري ضعبا وعن أروة ابن الزبير رضي الله عنه قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل اختصب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأغلل الآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأرض لصاحبها وعمر صاحب النخل يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حقا فواهو أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواة أروة عن سيد بن زيد فاقتلق في وصله وإرساله وقال في تعيين صحابية وعن أبي بكرق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في خطبة يوم النحر بمنا إن دماءكم وأبوالكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا بشاركم هذا متفق عليه باب الصفعة أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشبعة في كل ما لم يقسم قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشبعة في كل شيء ورجاله وثقات وعن أبي رافع رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبي أخرجه البخاري وفيه قصة وعن نسجر مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله وثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاة كحل لي قال رواه ابن ماجع والبزار وزاد ولا شفاة لغائب وإسناده ضعيب باب القراب عن صهيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البرتة البيع إلى أجل والمقارضة والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع فواه ابن ماجع بإسناد ضعيب وعن حكيم ابن عزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة إلا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الجار قطني ورجاله وثقات وقال مالك جن مرطي عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن عقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في معل لعثمان على أن نرد بينهما وهو موقوق صحيح باب المساقات والإجارة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متبق عليه وفي رواية لهما فسالوا ونقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلا خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها وعن حمضلة ابن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذال والفضى فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤادرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرعي فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرام إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل بالمتفق عليه من أطلاق النهي عن كراء الأرض وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواه مسلم أعظام وعن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى وأعطى الذي حجبه وجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استعجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوطي يجرى رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا حق ما أخذتم عليه أجر انتتاب الله رجل البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عطل أجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي أعلى والبياقي وجابر عند الضبران وكل واضع وعن أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعجر أجيرا فليسم له أجرة رواه عبد الرزاق وفيه انفطاع ووصله البيهطي من طريق أبي حنيفة باب وحياء الموات عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر عربا ليست لأحد فهو حق بها قال عروة وقضى به عمر في خلافته رواه البخاري وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا فهو كما قال واقتلف في صحابيه وقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الأول وعن ابن عباس رضي الله عنه مع النصاب بن جثامة ليه رضي الله عنه أكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه مع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجة وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطع مرسل وعن سمرة بن جند بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له فواه أبو داود وصحح ابن الجارود وعن ابج الله بن مغفل رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق ربيرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته فواه ابن ما جاء به إسناد ضعيف وعن ألقمت ابن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقفعه ورضا بحضر موت فواه أبو داود والترمذي وصحح ابن هبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقفع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال فقال أقو حيث بلغ السوت رواه أبو داود فيه ضعف وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسميته يقول الناس سركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار فواه أحمد وأبو داود ورجاله وثقات باب الوقت أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطعا وعمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية وعلم ينتبع به ولد صالح يدعو له فواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه وارضا بخيبر فات النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبرا لموسد مالا قط وأنفس عندي منه قال إن شئت حفست أصلا وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباوى سلوى ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في البقران وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والظيف لا جناح على من وليان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللبظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصله ترجمة نانسي قنقر